الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل قراءتنا في كتاب فقه الدليل في شرح التسهيل للشيخ عبدالله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى يقول البعلي رحمه الله كتاب البيع وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك قال الشارح الفوزان حفظه الله البيع لغة مصدر باع يبيع بيعا بمعنى ملك أي أعطى الشيء بثمن ويأتي بمعنى اشترى لأن الثمن والمثمن كلاهما مبيع قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فجعل المثمن مشترى كسائر السلع قالوا والبيع مشتق من الباع لأن كل من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء وهذا فيه نظر لأن البيع مصدر والمصدر أصل المشتقات فكيف يكون مشتقا إلا إن كان المراد بالاشتقاق المعنوي ثم إن الباع عينه واو والبيع عينه يا وشرط صحة الاشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأحوال واصطلاحا ما ذكر المسنه بقوله وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك وهذا من التعريف الموجزة والمعاوضة بضم الميم وفتح الواو من اعتاض أي أخذ العوض وهو البدل وأتى بالصيغة المفاعلة لأن البيع لا يكون إلا بين إثنين والمال في اللغة يطلق على كل ما تملكه الإنسان وحازه بالفعل من جميع الأشياء عينا كان أم منفعه وفي الصلاح الفقهاء ما له قيمة يباع بها وجاز شرعا الانتفاع به ولزم متلفه الضمان وهذا تعريف شامل للأعيان والمنافع لأن المنافع أموال كالحقوق المعنوية كما سيأتي إن شاء الله وقوله لغرض التملك التملك مصدر تملك الشيء إذا حازه وانفرد بالتصرف فيه وهذا يخرج الرهن لأنه ليس بيعا لكونه غير واقع لقصد التملك لكونه غير واقع لقصد التملك بل لتوثقة الدين وهذا التعريف قريب جدا من تعريف الموفق ابني قدامة في المقنع إلا أنه عبر بمبادلة بدل معاوضة وهو تعريف غير جامع لأمرين الأمر الأول أنه يرد عليه الرباء لأنه معاوضة مال بمال فلو قال معاوضة المال بالمال على الوجه المشروع لكان أجود وأما القرض فلا يرد على تعريف المؤلف وإنما يرد على تعريف من قال مبادلة لأن القرض لا ينوا به المعاوضة والاتجار بل هو للإرفاق فخرج بقول معاوضة الأمر الثاني أنه لم يذكر المنفعة لأنه خص بالمال والمشهور في كتب الحنابلة أنه عين مباحة النفع بلا حاجة والبيع قد يقع على منفعة كأن يشتري منه ممرا في داره إلى الشارع فهذا عقد على منفعة إلا إن أراد المعنى السابق للمال فالاعتراض بهذا فلو قال في تعريفه معاوضة عين أو منفعة بمثلهما ولو في الذمة لغرض التملك على الوجه المشروع لكان أقرب والله أعلم وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح قال والنظر الصحيح يقتضيه فإن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وولا يبذله له بغير عوض غالبا ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع لحاجته ثم إن اتساع أمور المعاش وبقاء العالم يقتضيه لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره وبغير المعاملة يفضي الأمر إلى التنازع والتقاتل أو النهب والسرقة فجاء الإسلام بإباحة البيع بل هو مما علم من دين الإسلام بالضرورة قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور قال البعلي رحمه الله ويصح بإيجاب وقبول بعتك واشتريت ونهوه قال الشارح الفوزان أي وينعقد البيع ويتم بين الطرفين بطريقتين قولية وفعلية لأن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته فيرجع فيه إلى العرف الطريقة الأولى بإيجاب وقبول والإيجاب بمعنى الإثبات والمراد هنا كلام يصدر من البائع من أجل إنشاء عقد البيع كان يقول بعتك الكتاب والقبول بفتح القاف أو ضمها وضم الباء هو موافقة ثاني المتعاقدين على إيجاب الأول كان يقول اشتريت وقوله ونحوه أي مثل ملكتك بكذا أو أعطيتك بكذا فيقول ابتعت أو قبلت ويصح الإيجاب والقبول في البيع عن طريق الوسائل الحديثة كالهاتف فينعقد البيع بينهما بصدور القبول بعد الإيجاب فورا ويعتبر مجلس العاقدين في هذه الصورة متحدا حكماء ومثل هذا إذا حصل البيع عن طريق الرسالة بوسطة الفاكس أو شاشة الحاسوب ونحوه هذا فينعقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله وهذا مقيس على ما ذكر الفقهاء من إبرام العقود بالكتابة والإشارة والرسول والطريقة الثانية قوله وبالمعاطة وهي بضم الميم من عاطاه الشيء ناوله إياه فالمعاطة أن يدفع المشتري ثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق بالإيجاب والقبول والقول بجواز بيع المعاطة هو قول الجمهور قال البعلي رحمه الله نحو أعطيني بهذا فيعطيه ما يرضيه قال الشارح فوزان هذا مثال المعاطة كان يقول أعطيني بهذا الريال خبزا فيعطيه ما يرضيه وهو ساكت أو يقول البائع خذ هذه الفاكهة بعشرة فيأخذها المشتري أو يضع الثمن عادة ويأخذه عقبة ويكسر بيع المعاطة في البضائع التي كتب عليها أسعارها كالأدوية والمواد الغذائية في كثير من المحلات ونحوها فتجد المشتري يجمع ما يريد ثم يدفع الثمن دون أن يقع إجاب أو قبول وكل ذلك جائز لأن المقصود أن يقع البيع على الوجه الشرعي بأي طريق تعارف عليه الناس قال البعلي رحمه الله وله شروط قال الشارح فوزان أي البيع له شروط وهي سبعة ذكرها المصنف وهذه الشروط معروفة بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة والمقصود من هذه الشروط تحصين البيع من أمور ثلاثة الظلم والغرر والرباء ويتضح ذلك إن شاء الله في المباحث الآتية وهذه الشروط بعضها في البائع والمشتري وبعضها في المعقود عليه وبعضها في الثمن قال البعلي رحمه الله أن يتراضي به فلو أكره بغير حق لم يصح قال الشارح فوزان هذا الشرط الأول ومعنى أن يتراض المتعاقدان بالبيع والتراضي إقرار الشيء عن اقتناع به والمعنى أن يأتي بالبيع اختيارا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإلا أداة استثناء وهو منقطع فهي بمعنى لكن أي لكن إن كانت الأموال أموال تجارة أي معاوضة بالبيع والشراء صادر عن تراض منكم فلا حرج فيها بل هي حلال لكم وعنى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراضي وقوله فلو أكره بغير حق لم يصح هذا محترز الشرط المذكور أي فلو أكره الباع أو المشتري على البيع بغير حق لم يصح ومعنى أكره ألزم بالبيع بأي نوع من أنواع الإكراه فلو أن سلطانا جائرا ألزم شخصا بأن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها لم يصح البيع وقوله بغير حق قيد في المسألة ومفهمه أنه لو كان الإكراه على البيع بحق صح البيع كأن يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح البيع رضي أو لم يرضى أو يكره الراهن على بيع المرهون إذا امتنع من وفاء الدين بعد حلوله أو يكون هناك أرض صغيرة بين الشخصين لا يمكن قسمتها فطلب أحد الشركين من الآخر أن تباع فأبى فإنها تباع لأن هذا بحق لأجل دفع الضرر وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله قال البعلي رحمه الله وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا لكن يصح من السفيه بإذن وليه وبغير إذنه في اليسير قال الشارح فوزان هذا الشرط الثاني من شروط البيع وهو أن يكون العاقد أي البائع والمشتري مكلفا رشيدا أي جائزة تصرف والمكلف هو البالغ العاقل فلا يصح البيع من صبي لقوله تعالى وابتلوا ليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسوا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فاشترط الله لدفع أموالهم إليهم شرطين بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ والرشد وهو إحسان التصرف فالرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله فلا ينفقه في محرم أو شيء لا فائدة منه وضد الرشيد السفيه وقوله لكن يصح من السفيه بإذن وليه السفيه بكسر الفاء من السفة وهو الخفة والحركة والسفيه من يسيء التصرف في المال فيصح البيع من السفيه إذا أذن وليه ووصاحب الولاي على ماله وظاهره الإطلاق ولعل المراد أن يأذن له في شيء معين لا مطلق التصرف كأن يقول أريد أن أشتري كذا فيقول اشتره أو يقول أريد أن أبيع كذا فيقول بيعه ولا يجوز أن يأذن للسفيه إرضاء له بدون مراعاة المصلحة المالية لما فيه من إضاعة المال وقوله وبغير إذنه في اليسير أي ويصح البيع من السفيه بغير إذن وليه في الشيء اليسير كرغيف وقلم ودفتر ونحوها قال البعلي رحمه الله وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة قال الشارح الفوزان هذا الشرط الثالث وهو أن يكون المبيع مالا وقد تضمن ذلك ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون فيه منفعة الشرط الثاني أن تكون المنفعة مباحة الشرط الثالث أن تكون الإباحة لغير حاجة وذلك مثل المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات والعقارات والسيارات والحيوان من الإبل والبقر والغنم ونحوها فكل هذه فيها منافع مباحة فخرج بالأول ما لا منفعة فيه كالحشرات لأنها لا نفع فيها فلا يجوز بيعها وخرج بالثاني المحرمات بأنواعها مثل آلات الله والطرب والخمر والكتب التي تفسد الدين والأخلاق والمجلات الفاسدة ونحو ذلك لأن منفعتها محرمة فلا يجوز بيعها وخرج بالثالث بيع الكلب فالكلب يباح نفعه ولكن ليس مطلقا بل لحاجة كالصيد والحرث والحراسة فلا يصح بيع الكلب ولو كان كلب صيد لقول أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وتحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه وأما حديث جابر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد فهو حديث ضعيف بهذا الاستثناء وأما السنور وهو الهر فالجمهور على جواز بيعه وعن جماعة من السلف النهي عن ذلك وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز والصححها ابن رجب وهو قول ابن حزم لما ورد عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال أو والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد حمل الجمهور وهذا الحديث على هر لا فائدة فيه ومما يدخل تحت كون المبيع مالا الحقوق المعنوية التي أصبحت في عرف الناس في هذا العصر حقا ماليا معتبرا لأن الأشياء المعنوية تدخل في مسمى المال كما تقدم لأن لها قيمة بين الناس ويباح الانتفاع بها شرعا ومن ذلك حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية فما بذل فيها من جهد ووقت أثمر علما نافعا فهو حق شرعي لمؤلفه ويورث عنه ولا يجوز لأحد أن يصطوى عليه بنشره وكسب المال به إلا بإذن صاحبه ويدخل في هذا حق الاختراع وإصدار الأشريطة والموسوعات والبرامج الحاسوبية النافعة أما من كان مستأجرا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابا من كان مستأجرا من إحدى دور النشر ليؤلف لها كتابا أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها أشياء لغاية ما فإن هذا يكون حقا للجهة المستأجرة له على حسب الشروط المثبتة بينهما ومن الحقوق المعنوية الإسم التجاري الذي أصبح عنوانا على محل تجاري نال شهرة مع الزمن وكذا العلامة التجارية وهي ما يسمى الماركة المسجلة وهي ما يميز المنتج الصناعي عن غيره فهذه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها فهي حقوق معتد بها شرعة لا يجوز الاعتداء عليها ويجوز التصرف بنقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا قال البعلي رحمه الله مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه قال الشارح الفوزان حفظه الله هذا الشرط الرابع وهو أن يكون المبيع وكذا الثمن مملوكا للعاقد أي وقت العقد أو مأذونا فيه كالوكيل والولي والوصي وناظر الوقف لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حسين من رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع ما لا تملكه من الأعيان لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله فقد يحصل وقد لا يحصل فيكون غرارا وفيه نوع من الميسر والقمار ويدخل في الحديث بيع ما ليس حاضرا في مجلس العقد فلا يجوز الإنسان أن يبيع ملك غيره بلا إذنه لأنه باع ما لا يملك لكن إن وجد قرينة تدل على الإذن فلا بأس كان يعلم أن صاحبه يريد بيع بيته أو سيارته بثمن كذا فجاء من يشتري بأكثر فيجوز بيعه لأن هذا فيه مصلحة وكذا لا يجوز أن يبيع ما ليس في ملكه كان يبيع عليه سيارة لم يملكها البائع بل عليها أن يشتريها ثم يبيعها عليه وقد دل على ذلك قول حكيم حزام رضي الله عنه قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك وهذا هو ما تفعله بعض الشركات أو المصارف حيث تقوم بإجراء العقد مع المشتري فتبيع عليه سلعة كسيارة مثلا قبل أن تشتريها الشركة وتملكها فإذا تم العقد قامت بشرائها وتسليمها له فتكون الشركة باعت ما لا تملك ومما يدخل في هذا النهي العقود الآجلة بأنواعها التي تجري في السوق المالية البورصة على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك الباع فهذه غير جائزة شرعا لأنها تجتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتري فيما بعد ويسلمه 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 في الموعد قال البعلي رحمه الله مقدورا عليه قال الفوزان الشارع حفظه الله هذا الشرط الخامس وهو أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه حال العقد لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعدم القدر على التسليم غرر لأن المشتري قد يحصل عليه فيكون غانما وقد لا يحصل عليه فيكون غارما وهذا هو الغرر فلا يصح بيع العبد الآبق ولا الجمل الشارع وكذا حمام في الهواء لأنه غير مقدور عليه ولكن إذا كان الحمام يألف المكان والرجوع إليه فهل يجوز بيعه قولان القول الأول المنع مطلقا وهذا هو المذهب والقول الثاني الجواز واختاره ابن عقيل وهو الأظهر فإن رجع إلى مكانه فذاك وإلا فللمشتري الفسخ قال البعلي رحمه الله معلوما برؤية أو صفة قال الشارع فوزان هذا الشرط السادس وهو أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين الباع والمشتري معروفا بينهما لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وجهالة المبيع غرر والعلم بالمبيع يكون إما برؤية لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه أو برؤية بعضه الدالة على بقيته كرؤية كرؤية ظاهر الصبر وهي الكومة من التمر أو البر أو ما في كيس واحد من أكياس متساوية وهذه الرؤية إما وقت العقد بأن لا تتأخر عنه أو برؤية متقدمة على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا قال ابن هبيرة واتفقوا على أن العين إذا كان رأياها وعرفاها ثم تبايعاها بعد ذلك أن البيع جائز ولا خيار للمشتري إن وجدها على الصفة التي كانت عرفها فإن تغيرت فاله الخيار انتهى كلامه ويلحق ويلحق بمعرفة المبيع بالرؤية ما عرف به المبيع بلمسه إذا كان الغرض من لمسه هل هو لي أو خش أو عرف بشمه إذا كان الغرض منه ريحه أو عرف بذوقه إذا كان الغرض منه طعمه أو سماعه إذا كان الغرض منه سماعه لحصول معرفته بذلك كرويته والانتفاء للجهالة وقوله أو صفة هذا الطريق الثاني للعلم بالمبيع فيصف له السلعة وإن لم يحضرها ويشترط لذلك شرطان الشرط الأول أن يكون المبيع مما يمكن ضبطه وتهديده بالصفة الشرط الثاني أن يضبطه بالصفة فيدخل في ذلك المكيل والموزون والمعدود والمذروع الذي يمكن وصفه كما يدخل في ذلك المصنوعات في هذا العصر كالأواني والأقلام والدفاتر ونحو ذلك مما يمكن وصفه ودليل جواز البيع بالصفة قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم وأما بيع الأنموذج بضم الهمزة وهو أن يريه صاعا من بر مثلا ويبيعها الصبرة على أنها من جنسي ففيه قولان القول الأول أنه لا يجوز وهذا هو المذهب لعدم رؤية المبيع وقت العقد القول الثاني أنه يجوز بيع النموذج إذا جاء على الصفة التي رآها وهو رواية عن أحمد قال في الإنصاف وهو الصواب فإن اشترى ما لم يره بلا وصف لم يصح البيع لجهالة المبيع وهذا هو المذهب والقول الثاني أنه يصح البيع والمشتري بالخيار إذا رآها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد وهذا هو الأظهر لأنه إذا ثبت له الخيار فليس عليه ضرر ولا في حقه غرر قال البعلي رحمه الله بثمن معلوم قال الشارح فوزان هذا الشرط السابع والثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عينا كان كدراهم أو سلعة ككتاب فلابد أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه متقدم نهى عن بيع الغرر والثمن أحد العوضين فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع فلا يصح أن يبيع السلعة برقمها وهو ثمنها المكتوب وهما يجهلانه أو أحدهما كان يقول بكم تبيع الساعة فلانية فقال برقمها لم يصح لأنه مجهول والجهالة قد تكون لهما معا كان تأتي السلعة وعليها قيمتها من قبل المسؤولين من الدولة وكلاهما لا يدري وهذا هو المذهب والقول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة ولا يصح إذا كان من قبل الباع إلا إذا إن كان معلوما لأن الباع قد يكتب على السلعة أضعاف قيمتها بخلاف ما إذا كانت بخلاف ما إذا كان من قبل الدولة فإنه لا يكتب عليها إلا قيمتها ولا يجوز البيع بما ينقطع به السعر وهو ما تقف عليه المساومة للجهالة فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل فيحصل الغرر والقول الثاني أنه يصح البيع بما ينقطع به السعر وهو منصوص الإمام أحمد واختاره الشيخ لسان بن تيمية وتلميذ بن القيم لأن الإنسان يطمئن ويقول لي إسوة بالناس آخذه بما يأخذ به غيري هذا ما تيسر وصلى الله وسلم على نبينا محمد